فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة التشبه بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه نعم ليس هذا الكلام الذي ذكرناه من أنه لا بد من البيان ولا بد من الإبلاغ خاصة بمسألة التشبه ولكنه عام في كل المناهي والمنكرات حتى ولو كثرت ولو وقعت فلا يحملنا ذلك على اليأس والقنوط وعدم البيان بل نمضي في طريقنا ونبين ونبلغ ولا يأخذنا القنوط والياس كما ذكرنا أنه أولا هذا فيه إبراء للذمة وإبلاغ للعلم والله أخذ على العلم أن يبلغوا ولا يكتموا العلم وثانيا لعل هؤلاء يتذكرون أو يتذكر منهم من يتذكر فلا نقنط ولا نيأس من رحمة الله وأيضا ربما يأتي بعدهم بعد هذا الجيل من يأخذ هذا العلم ويستفيد منه